السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بيان وبخير وعلى خير اليوم جيتكم بروتين كيما العادة قريت في كومنتيغ كتريننا من الروتينات وطوليننا فيهم انا اخديت لكم الراي درت لكم روتين شوية طويل نتمنى ان شاء الله يعجبكم اذا اعجبكم ديروا ليجام ابونيوا وفعلوا الجرس بشي الحقكم كامل جديد هنا يا البنات كيما راكم تشوفوا اليوم ما صبحت على البوات تعلي زي بيستوعي سوف نفرغهم كامل ونرغونهم كيما اشتوا هنا انا فرغتهم في كيسات حكا بش نسهل على روحي وامام طوام ان نوسخش بزا في الماعن في عد ما نفرغهم في البول ولا في الكيسان ولا بعد هادوك الكيسان لازم نزيد نعاود نرغونهم هذا كامل نقص شغل على روحي نفرغهم في كيسات اوامام كيسات راح يساعدوني من بعد كي نحب نعاود نفرغهم في البوات احجيني سهلة الخدمة كي ماشتو هنايا فرقت كامل الانواع تالي زي بيسلينز حقهم ولي حطتهم في البوات وهنايا درت الرغوة ايزي سريالو جافل وراح نرغونهم كامل كي ما راكم تشوفو نرغون البوات بلا لافاتو كامل وهدوك البوشونات وهدوك الصفايا اللي جي فيهم نحكم الشيطة ونرغونهم بسكي لا لافات ما راحش تحكهم لي مليح كي ماشتو هنايا حط يقعدو لي من داخل مسخن نحكمل عين بروس هكا اللي تستعملوها في الكوزينة ويحكو بهم كامل هدوك الغطيوات ديه ولهم كي ماشتو هنايا نكمل كامل نرغونهم ونحطهم يقطرو ونشللهم هناني نوري لكم هكا باش نحفزكم هكا يلا وحدا لهي اللي بوات تعليزي بيستوعها مطاشيين ولا مسخن بس كي ساعة نكونو مزروبين مع طياب يدنا فيها شوية زيت فيها شوية طماطيش فيها شوية المهم يكونو يدينا من داك مسخن ولا مرحو نمسو هدوك اللي بوات تعليزي بيست راحا يطاشو كامل ويبانو لناب اللي را هم سبكين ومدودين يعني المنظر ما يكونش شباب هنايا كي ماشتو راني نرغون فيهم اني نشلل فيهم عفوا ونحطهم يقطرو باش كي نرجع ليزي بيستوعي مايتشمخوش لازم حتي نشفو مليح كي ماشتو هنايا نزيد نرغون هديك الحطبة ديالهم على هات الشكل المهم نقى كامل هديك الباطات تعليزي بيستاي والماكن تعليزي بيست ونحط كامل لزي بيست كي ماشتو هنايا هنايا هكا نحفزكم باشي لو حضارة هي بلاسات تعليزي بيستاها مسخين ولا لبوات تواهرها هم طاشين نقول لك ما عليك غير الجي بيلي كيسات والتكليع الاربي نقى هديك الكوينة كي ما قلتلكم انا هنايا كل يوم ندير حاجة في الكوزينا في الشامبغ في الصالون كل يوم ننقى كوينة كل يوم ننقى حاجة باش ما ما نحصلش كامل بالشغول وما نخليش يتلايم معليا اه ما تجي تلحق للافينت سومان يعني الويكند نكون ندرت على كامل الكوانات تعليشانبغو تعالكوزينا هكا الويكند نجوزوم هنيا الى خرجت انا والعائلة راني خرجت وإلى ما خرجت مامي جيني يضيف ولا يلقى الحالة نقيقي يلا هلا هنايا كي ما ركو تشوفو نمسح كامل لبوات التواعين نشوفهم مليح بيون سيغفية هكا هايليك هنايا كنتكملت كامل كمية ديالي شوفو يعني لي كيسات باش حالي سهلو باش ترجعي لي زي بيستواعك ولي تحبي يعني هدوك لي كيسات ما ترميهم مش تخبيهم تديرهم في ساشي وتخبيهم باش المرة الجاية تلقاهم واجدين تعاود تنقي بهم لي زي بيستواعهم باش مش يعشك في وات تجبدي لي كيسات جدد وكامل هدي يعني كتدبيرة تخبيهم في باطة ولا في ساشي كيتحب المرة الجاية تنقي لما كانت علي زي بيستجبدهم كي ما شتو هنايا نفرغهم كامل نعود نرجع لهم الصفاية والغطيوة ديالهم وانا نقيت هديك الكوينات علي زي بيست يعني ما تاخدش الوقت يا ربي خمس دقايق عشر دقايق وانتي نقيت حاجة كي ما شتو هنايا نكمل كامل طريقة تاعي كي ما شتوها ومبعد نحكم اللابوات تاعهم لي جوا فيها ونحط يعني نحط حتف كي نحطهم نستفهم نحط تاع المرقة الحمرة وحدهم كي ما في الفل عكري في الفل اللي حلو الراس الحانوت في جيها وحدة تاع المرقة البيضة وحدهم كي ما شتو هنايا هايليك المكان ديالهم راهو يشعل الشعيل هنايا البنات حنشارككم في الفطور ديالي اللي راح ندير عجيجة تاع الرز عفوا انتاع السلق بالباطاطا تجيب الزف بنينا ومام الدراري تقدرو تكلخو لهم باش ياكلوا لكم السلق هنا فورت السلق وزوج حبيبات تاع الباطاطا غليتهم بالقشرة ديالهم باش ما تشرب ليش الماء بزاف ونخلط نكمية كامل يعني هنا الكمية اللي تساعدكم وتساعد افراد العائلة هنايا نخلط كامل هادك السلق والباطاطا ونزيد لهم شوية تاع معدنوس شوية تاع زيتون مقطع عرقيق وليزي بيس عندي الملح في الفلكحل زنجابير وشوية تاع كوركم باش يمدلهم هادك اللون الاصفر الجاميل هنايا نزيد لها قيطعة الزيتون مقطع عرقيق والمعدنوس تاني مقطع عرقيق وانا هنا حندير شوية تاع فخو ماجغوج نحشيهم من الداخل بتقدرو تديروا فرماج طريق تقدرو تديروا شي دار تقدرو تستغنوا على كامل الفرماج المهم انتوا ما وش كان متوفر عندكم هنايا بعد ما خلط كامل المكوينة نحكم كمية وندير لها في الوسط قطعها دع الفرماج ونروليها هكا هنا باش تسهل عليكم الطريقة وتجيكم سهلة وتربحوا الوقت كملوا كامل كمية تاعكم بنفس الطريقة من بعد كي تكملوها باش تروحوا تتوسولها لمرحلة التانية كي ما راكم تشوفوا هنايا نكمل كامل الكمية ديالي ويلا كنتوا عندكم الوقت حطوهم فتلة جيري حربع ساعة نص ساعة حتيش دورو حمليح هنايا هايليك بعد ما كملتهم نرمدهم فشوية على الفارينا نزيد لهم في البيض هنايا البيض حبة كاملة كي ما راكم تشوفوا ومبعد نديرهم فلاشة بلوغ باش يديروا لي هديك القشرة ليتقرمش وجينا يعني اللون شباب كي مشتو هنايا نكمل كامل الطريقة بنفس الطريقة يعني ومبعد نسخن المقلة التاعي ونحط فيها شوية على الزيت هما ما يرفضوش الزيت ونروح نقليهم هايليك هنا كملت كامل كامية ديالي نحكمل المقلة ونقليهم على نار متوسطة ما تقووش للنار باش يطيبوا لكم وهذاك الفرماج اللي الداخل اللي يدوب وكي تفتحوها يعني يجيكم هكام على السلام لداخل هنايا نقليها على نار متوسطة واللي طيب نقل بها ونحمرهم على كامل اللي كوتي شوفوش حل يجو لون تاعهم شباب ويجو يشهو طرييين تقدرو تحطوهم وحدهم ولا ديروهم مع مرقة بيضة ولا مع جواز تاع الحم ولا جواز تاع الجاج المهم انا نوريكم طريقة وانتوما في الاخر كي ما تحبو قدموهم هايليك الداخل كيفاش تجي جيب زف هيلة وطرية والبناء وش نحكي لكم نتمنى شاء الله تجربوهم هنا يا رح تنوجد معامن رح نقدمهم حنقدمهم معا يعني جواز مرقة بيضة باللحم كي ما شتون حط الزيت اون كوكوت اا نقلي فيها حبة تاع البصل حتي دبالي كامل نزيد نرمي لها قطعة تاع الحم انا هنا قطعتهم قطع صغار بش يطيبو لي تمتم ونزيد لهم لزي بيس ملح شوية تاع القرفة كوركم وفي الفل كحل هادا ما كان ونخليهم يتقلوا ومن بعد نمرق بالما سخون كي ما شتو هنا يا الكمية اللي تساعد نزيد درت الكاس الول نزيد الكاس الثاني ونخليه غير يرفض لي الغلية وننغلق عليها لكوكوتمينو يتحوالي 4 ساعة حتى العشرين دقيقة الحمتاعين نلقاه طايب ونقدموه على هات الشكل معاها دوكليك خوكت تاع البطاطا والسلق وهنا يا البنات لحقنا لنهاية تاع الفيديو نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الروتين تاع اليوم ما بقالي غير نقول لكم تهلا وفير وحتيكم نتلاقاوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام